وسلسل ألماس مكسور ملخص أحداث الحلقة التساط عشر بتبدأ بهلين بتروح وبتخبط على باب ريف ريف بتخرج لها وبتقولها عايزة أي تاني بتقولها أنا جاية علشان أقولك عفي أحمد سيبي ماركيش دعوة بي أحمد بيحبني وهنتجوز أنا محامية وهو دكتور يعني لايقين على بعض لكن أنت لا تعليم ولا أي حاجة بتقولها هو ده اللي أنت جاية عايزة تقوليه قالت لها أيوة جاية أقولك إلزام حدودك وعرف أنت مين قالت لها والله الظروف اللي ربنا حطيني فيها ما أقدرش أن أنا أقول لها لأ يعني اتولدت فقيرة أمي ماتت بربي إخواتي الصغيرين أبويا معاق طبعا الكلام ده ما نقدرش نقول في حاجة قالت لها أيوة أنا جاية أقولك سيبي وبتمشي وتسبحها وبتقامل وفاق في السكة وفاق بتقول لها أنت بقى أملت التبرعات والمشاريع قالت لها أنت أصرى ناس زبالة قالت لها والله أنت اللي زبالة ملا بعد كده بيروح عزيز والزباط علشان يشوفوا جسد زياد أما للمحامي فبيقول أخبار وحشة لهلين ورائد الأخبار دي أن زياد قتل وممكن اللي يلبس الحكم أو اللي يتعدم هو أحمد لأنه مفيش دليل الدليل الوحيد اتقتل عزيز بيتصر بالزباط اللي كان حاطتهم لرقبه فراس وبيقول لهم تعالوا المحامي بيقول إن في أخبار وحشة وأن الدليل على برائد أحمد مات اللي هو زياد والله بعد كده ريف بيقع منها الطبق وبتتعور إيديها بتتعور وأختها فرح بتيجي وبتتكلم معاها وبتقول لها ما لها إيديك وبتسألها إيه رايك في التشيرت ده قالت لها بعيدة علشان التشيرت ما يتوسخش بشكل حلو عليكي وبعيدة علشان ما يتوسخش قالت لها أحسن حاجة فيكي إن انت رغم إن إحنا فقرة إلا إنك بتحاولي تسعيجنا بأي شكل والله بعد كده جسد زياد والبوليس عندها والكل متجمع حواليها فراس كان مأهور وزعلان جدا على وفاة زياد وفيد اليعاية ويغضف حضنه أما أحمد فبيسأل إيه الأخبار برا إيه الظابط بيقول له صراحة أخبار وحشة زيادة قتل بيداهي جدا أحمد عزيز بيجيب عبد الجبار وكمان أحمد بيقول له متى تخرجه من هنا زيادة قتل بس واضح إن الموضوع وراه حد كبير وبيفرج عنه إخلاص بتستنى ما تشوفش حد خالص والدنيا هدوء وبتخرج بيدولد من المستشفى فراح بتطلب التليفون من أختها وبتتنرفز عليها وبتقول لها إن فيه إيجار المفروض يدفعه لصلاح وكمان زياد بيشبط في لعبة بتقول لها عجبك كده بالنسبة لأحمد بيخرج وبيتصل بريف ومش بترد عليه فراح بتقول لها أحمد بيتصل قالت لا يعني أنا أعمله إيه أنا ورايا ضيم ورايا إيجار عايز أدفعه ورايا حاجات مش فاضل للحاجات دي أحمد لما بيخرج المحامي وهيلين بيروحوا علشان يوصلوه هو وعبد الكبر بالنسبة لي فراس ورايد كانوا بيتكلموا في موضوع زياد فراس بيقول رايد ما كنتش قتلته كنت سيبته عايش وخلاص كنت هربته ولا وديته بعيد ولا سكدته ولا هددته قال له ما كنتش ينفع كان حيجيب راسنا كلنا معاه بتروح ريف الصبح علشان تدفع الفلوس لمالك بتاعت الإيجار وبتقول خلي عم صلاح بس يصبر علينا فترة كده علشان أنا لسه ما أبطش بلاقي بعد كده أحمد لما بيشوف ريف رايح على الشغل بيوقف العربية وبينزل عشان يتكلم معاها كان مبسوط جدا وساعد لما شافها لكنها مش يتولك إنها شايفة تجاهلاته تماما يلين بتقول لأحمد اركب يلا رايد بيتكلم مع أحمد في موضوع ريف أي خبر لكن بقى لفترة حسس إن هي مش زي الأول طبعا أحمد بقول أنا كمان حسس بكده طبعا كانت ريف زعلانة جدا ومددية فضيتها بتفتكر اللي حصل بينها وبين أحمد زمان ومفروض إنه كان بيحبها لكنها صدمت جدا وبيجي لها أحمد وبيخبط عليها باب الشباك زي كل مرة وبيقول لها فتحي أنا بيحبك لكن هي مش بترد عليه تاني يوم الصبح ريف بتروح على الشغل ويرائده في راس بيعمله عزة لي زياد ومعفف كايب بتقول عليه كلام مش كويس لكن وفقه ويخلاص بيقوله إنه هو مات وخلاص أحمد بيقابل فرح وزيت وبيسأل فرح عن ريف بتقول إنه تعبنى شوية ومتدقيق بسبب موت الحج ماجد بيبقى في حاجة كده ورقة شجر على شعر فرح بيحاول إنه هو يشيلها بتفهم غلط وبتيجي بسرعة ريف وبتتخانق معه بتقوله ابعد عن أختي ملكش دعوة بيها بتفهم غلط وبتهدده لو قرب نحية أختها تاني قال لها زي أخت الصغيرة أنت بتقولي إيه أنت تعبطي قالت له أنا قلتلك وخلاص بحذرك أنك تقرب لأي حد من عالتي بالنسبة يا عزيز ابنه بيتعب وبيجروا بيه على المستشفى هو وأسيل ورائد وسيف وبعد فترة بتخرج الممرضة وبتطمنهم على حالته فرائد بيمشي بالنسبة لأحمد أخته روان بتجيله وهلين كانت تعملانه مفاجأة وجابها لأخته في المستشفى بيأخدهم وبيروح على البيت عنده أما بالنسبة لريف بيعرض عليها بس إن هي تيجي تشتغل عنده وحيدد لها فلوس كتير بترفض ولما ست بتعرف بتتدايق عزيز بيحقق مع أفراز بخصوص موضوع زياد وبيقوله إن هو ما يعرفش إذا كان هو اللقات الماجد ولا لأ وبيقوله إن هو على باب الله وإن هو كان بيشغاله عنده وكان بيضايق منه لما كان بيسيب القهوة ويمشي وإنه عايش وفندق في قوضة كده هو كان بيتفعله فلوسها لكن عزيز كان مصر يعرف منه أي خبر وقال له استنى معنا شوية واضطراب له ماية أو شاية عشان يتكلم أحمد بياخد يلين وروان عادة البيت وبيتكلمه شوية وكانوا طبعا مفرحانين ومبسوطين جدا من البيت وكانوا فاكرين إن البيوت هنا كلها منطين لكن بتعجبهم القرية جدا وطبعا روان بتقوله عشان كده حبيت وبيتصوروا مع بعض صورة سيلفي بالشكل ده أما بالنسبة لفراس فكان لسه بيتكلم مع عزيز وبيحقق معاه بخصوص موضوع زياد وبيقوله إن هو ما يعرفش إذا كان هو اللي أتل ولا لأ بيتقام عزاء للزياد رائد هو اللي بيعمل العزاء ده رائد اللي أتل زياد فلاشباك وراء بيخرجله وبيضروه بالسكينة وبيأخذه وبيرميه عند الميا بالنسبة لمالك بيروحه بيتكلم مع رائد وبيقوله أنا عايز أقولك على حاجة ضروري بتخلص الحلقة على كده يا طرح هيقوله إيه هنعرف الحلقة الجاية لأن الملخص كده خلص والحلقة انتهت ويارب الملخص يكون عجبكم ما تسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اشتركوا في القناة بيباي